خلال زياراته الرسمية للمملكة استقبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة صباح اليوم بمقر إقامته مع للسيد أحمد بن إبراهيم الملة رئيس مجلس النواب وأكد رئيس السيسي حرصة بنصر على مواصلة العمل على تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في جميع المجالات خاصة على الصعيد البرلماني كما أكد رئيس التزام جمهورية مصر العربية بدعم البحرين والحفاظ على أمنها وأمن دول الخليج العربية منوها بأن الحفاظ على أمن واستقرار دول الخليج العربية الشقيقة يمثل أولوية لمصر بين جهته أكد معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملة على عمق العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين بفضل حكمة جلالة الملك المفدى وأخيه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وأكد معالي رئيس مجلس النواب أهمية مواصلة التنسيق الوثيق بين البلدين والتعاون في مختلف المجالات ومنها مكافحة الإرهاب كما أعرب عن تطلعه لتطوير التعاون البرلماني بين مصر والبحرين وتبادل الخبرات مع مجلس النواب المصري منوها بما يتمتع به البرلمان المصري من تاريخ عريق ترجمة نانسي قنقر